ترجمة نانسي قنقر يعتمد البحث الأعمى على استخدام أدوات خاصة تختلف باختلاف استراتيجيات البحث وتقوم هذه الأدوات بفصل مرحلة المحق للهدف عن المرحلة التي لا تحق الهدف سنتناول هذه في خمسة من استراتيجيات هذه إذا نحن البحث الأعمى أو البحث الغير معلوم يعني البحث يقوم على عدم علم على بقية المرحلة التحتي بعد المرحلة الحالية في هذه الحالة يقوم البحث في كل مرة بتوليد مراحل جديدة ثم يختبر هذه المراحل من ضمن ما يحق الهدف إن كان ذلك ينتهي ذلك البحث وإلا فيكرر البحث بتوليد مراحل جديدة وهكذا يعتمد البحث الأعمى على استخدام أدوات خاصة تختلف باختلاف استراتيجيات البحث وتقوم هذه الأدوات بفصل المرحلة المحق للهدف عن المرحلة التي لا تحق الهدف إذا كل مرة يفصل كل مرحلة هذه تختفع المرحلة الثانية فيفصل عليها وهكذا هذا البحث الأعمى إذا كانت لا تحق الهدف معاش يتدورها كل مرحلة يوصل لها هل هي هدف بشيء معنى يوصل لها كما تلقنا من مدينة ألف إلى مدينة بي هل هذه المطلوبة ولا إذا كانت مش مطلوبة خلاص هذه مرحلة جديدة تعتبر المرحلة بي هل توصلنا لمدينة مطلوبة أم لا إذا كانت توصل لمدينة مطلوبة خلن نشوفوا كيف نوصل لها عن طريقة هي كيف نوصل لها عن طريقة هي عرفنا كيف نوصل لها عن طريقة هي تمام معرفناش خلاص نلغاها نرجع لألف ألف هل نرجع مرة تانية تبنيوش لي مسار تاني هل مسار هذا هو الهدف لا إذا كان مش هو نشوفوا مسارات تانية وهكذا في بعض الحيان مسار بي عنده أكثر من مسار نجربوا واحد منهم وهي نشوفوا طريقة هادية وطريقة هادة هل توصلنا أم لا إذا كانت توصلنا تمام وتوصلناش معناها نشوفوا مسار تاني هادة البلند سرش هادة اسمها شاني البلند استراتيجية العرض أولا بريذت فرس سرش استراتيجي بريذت فرس سرش استراتيجي شان هي تتلخص فكرة البحث العرضي في أننا انتقالنا في البحث من جدر الشجرة لتناول المراحل المراحل التالي بصورة عرضية أي نختبر نقاط نودس اللي تأتي في نفس المستوى قبل أن تنتقل المستوى الأسل أي التوسع يكون فوقية وليس نحو العمق كيف مثلا بحث لأ رسمعم هيا إذن هذا choosing بريذت فرس سرش استراتيجي هذه sans Create طريقة العرض طريقة العرض بطريقة العرض بريذت فرس سرش بريذت فرس سرش استراتيجية العرض اولا تعمل وفق منهج الفيفو الاول دخولا اول خروجا اي انها تبدأ بالمرحلة تتفرع من الجدر اولا حسب ترتيب التفرع او منهج الصف في تركيز الناس برسطasu او Thirty's إستراتيجية التفرع في العرضات التفرع من �وفيفة الشان الى السراتيجية العرض أولاً. لاحظة كلادة إنها قد لا تكون مناسبة إلا إذا كانت تكلفة الوصول لكل مراحل متساوية. هنا يكون السؤال أي المراحل يتم اختبارها أولاً. ولسيما إننا عندما ننتقل من الجدر تأتي أكثر من مرحلة متفرعة من هذا الجدر وكلها في مستوى عرضي واحد. عندما ننتقل من الجدر أكثر من مرحلة متفرعة من هذا الجدر وكلها في مستوى عرضي واحد. هنا سؤالس. أي المراحلة يتم اختبارها اولاً. كما ننتقل من الجدر تأتي أكثر من مرحلة متفرعة من هذا الجدر كلها في مستوى عرضي واحد. إذا كان الهدف موجود في آخر مرحلة اخر مرحلة يعني أن نحتاج ان نمر على جميع المراحل. رقم اثنين. رقم ثلاثة لو ان المخورزمية المستقنة في هذه استراتيجية هي او بي او بي نيشن او بي او سكي زد واحد. او بي او سكي زد واحد. لان فرضنا مثلا ان في كل مستمى لدينا عدد بي من المراحل. فاننا في المستوى الاول نحتاج نمر على مرحلة. ثم المستوى نحتاج ان نمر على ضعف هذا العدد. لان كلمرحلة يتفرع منها عدد بي من كل المراحل. اينا في المرحلة الثانية نحتاج نمر على عدد بي تربية. وهكذا في المرحلة الثالثة بي تكعيب. النص المرحلة الأخيرة هي كي. نكون مررنا عليه الكي بي كي. وعليه فان مجموعة ما نقوم به. من عمليات بحث في جميع المراحل يكون بوسكيت ساوي أو بي كي زايد واحد بي زايد تربيع زايد بي تكعيم وإذا أخذنا في الاعتبار أن كل مرحلة يمر عليها البحث يتم حفظ معلوماتها وبياناتها داخل الذاكرة فهذا يعني أن هذه الخوارزمية تستخدم جزء كبير من الذاكرة بالإضافة للزمن التي تحتاجها الخوارزمية في التنفيذ تحتاج إلى داكرة كبيرة وزمن تحتاجها في التفيد داكرة وزمن داكرة وزمن إذا هني تحتاج إلى داكرة وزمن باش تنفذ إذا هني تحتاج إلى داكرة وزمن كبير باش تنفذ هالخوارزمية هادي نجيو لي نجيو سراتيجية حساب التكلفة Uniform Cost Search Uniform Cost Search Strategy استراتيجية العرض أولا قد تكون مناسبة إذا كانت تكلفة الوصول لجميع المراحل المتساوية حيث أن كما لاحظنا فأن استراتيجية العرض لا تهتم بالتكلفة الوصول للمرحلة عندنا الانتقال من مرحلة لأخرى فقط تعمل وفق سياسة الفيفو إذا هني استراتيجية حساب التكلفة Uniform Cost Search Strategy تقوم استراتيجية حساب التكلفة بنفس منهج استراتيجية العرض أولا حساب التكلفة بنفس العرض أولا ولكن عندما تنتقل بالبحث من مرحلة أخرى لا تاخد المرحلة تكون انتقال لها أقل كلفة أما إذا كانت جميع المراحلة بنفس التكلفة فهنا تستخدم منهج العرض متاع البرد فرست هنا في Uniform استراتيجية العرض قد تكون مناسبة إذا كانت تكلفة الوصول لجميع المراحلة متساوية لكن إذا كانت استراتيجية العرض تنتقل بالبحث من مرحلة أخرى لا تاخد إلى مرحلة تكون فالانتقال أقل كل تكلفة أما إذا كانت جميع المراحلة بنفس التكلفة أن تستخدم نهج العرض أولا نلاحظ في هذه الاستراتيجية أنها ربما قد تكون متالية إذا كان هناك تفاوض تكلفة الوصول من مرحلة أخرى ولكن يعاب عليها أنها تضيف عمليات جديدة عند اختيار المرحلة التالية مما يؤدي إلى مضاعفة في زمن المسترق والمساحة المستخدمة في الذاكرة فإذا كانت استراتيجية العرض أولا من نطبق O-B-K-S O-O-B-N-E-S كي زايد واحد فإن هذه استراتيجية تضيف لكل عملية اتقال من مرحلة الأخرى عملية اختبار لكل مرحلة وكل المراحل المتاحة حيث تقف على الأقل تكلفة تقف هذه الخوارزمية O-B-C-STAR على E O-B-C-STAR على E حيث أن C-STAR هي تكلفة الحل المتالي والE هي تكلفة كل حدث مع ملاحظة أن C-STAR على E أكبر من K زايد واحد أكبر من K زايد واحد إذا هنا إذا كانت استراتيجية العرض أولا إذا كانت استراتيجية تكون متالية إذا كان هناك التفاوج في تكلفة الوصول من مرحلة الأخرى ولكن يعاب عليها أنها تضيف عمليات جديدة عند اختيار المرحلة التالية لما يؤدي إلى مضاعف ها في الزمن المستغرق المساحة المستغرق المستغرق في الزمن إذا كانت استراتيجية العرض أولا من رطبة O في BK زايد واحد فهنا هذه استراتيجية تضيف إلى كل عملية انتقال من مرحلة لأخرى مرحلة عملية اختبار لكل المرحلة المتحدة إذا هذه هي الونيفورم حتى توقف على أقل التكلفة لازم تدور شيني المرحلة أو المدينة أقل مسافة هذه أقل تكلفة هذه حسب الخوارزمية امتحها لذلك O B C ستار على E استراتيجية العمق أولا Debit First في البحث العميق يتم الانتقال المرحلة الثانية في اتجاه العمق يتم الانتقال في المرحلة الثانية اتجاه العمق يختبر النقاط التي تأتي في الأسفل ونستمر هكذا أي التوسع يكون نحو العمق ونستمر هكذا أي التوسع في نحو العمق حتى نصي النقطة التي يوجد أسفل منها نقاط كما يتضح في الشكل 4-14 استراتيجية البحث العميق يمكن تطبيقها باستخدام تقنية البحث الشجري يمكن تطبيقها باستخدام منهج Last Input First Out وتطبق باستخدام دل التعاودي باستخدام كال Sub Function ما حدث هنا استراتيجية البحث العميق لا تحتاج أن تحتفظ معلومات عن كل المراح في الذاكرة فقط فقط تسطح معها معلومات الممر التي يقود ها إلى العمق هي Path والممر التي تقوم فيه وعندما تنتهي من هذا الممر يتصل إلى العمق تقوم بحذف البيانات هذا الممر وتعود ها ببيانات الممر جديدة انظروا الشكل 44 في الشكل الممر أو نقاط المتهية ظلت بالداكن والمعلومات التي تزالت عن ذاكرة ظلت رمادية في المثال نمش A B بعد ثاني نمش A B D نمش اتجاه العمق E F G كل ما نمر في نقطة مثل المثال في الدبت الفرس بحث لا يحتفظ معلومات الداكرة متاح في البحث العمق يتم الانتقال للمرحلة التالية تجاه العمق وفي هنا تطبيقها باستخدام تقنيه البحث الشجري والتي تقدم وفق ليفو لست دالة تعاودي في البحث العمق لا يحتاج بالداكرة على كل مرحلة فقط المسار عندما نصل للعمق نقوم بحذف البيانات ونعوضها ببيانات جديدة هذا هو المثال الذي صار لدينا شجرة A B C D E F G استراتيجية العمق المحدود استراتيجية العمق المحدود لعلاج مشكلة عدم بلوغ الحل في حالة الشجرات الغير محددة للعمق والمتفرعة لفروع كبيرة أي شجرات الغير محددة يستخدم استراتيجية معدلة من استراتيجية العمق أولا في استراتيجية العمق المحدد يتم تحديد عمق أقصى للشجرة ويتم لا تجاوز هذا العمق فإذا حددنا أن العمق يكون المستوى فإن كل النقاط في هذا المستوى تعتبر آخر نقاط في عمق للشجرة وهذا عالجنا مشكلة الممر الغير محددة ولكن قد تتولد مشكلة أخرى جديدة إذا كان الحل يوجد بعد المستوى الذي حددناه أي أن أصغر من الغير الغير مستوى والمستوى هناك مشكلة هنا قد تكون العمق مع الشجرات مع الباحث لا نهاية لأن كل عمق يولد لك عمق ثاني في هذه الحالة ما يحدث استراتيجية العمق المحدود علاج لعدم بلغ الحل في حالة الشجرات غير محددة ومتفرعة في الحالة هذه تحديد عمق أقصر الشجرة وهي وبعدها تحديد عمق أقصر الشجرة ومن ثم نبدأ نحطو بالعمق لكن عندها عيب إذا كان العمق متاع الشجرة العمق متاع الشجرة يكون مستوى أقل العمق متاع الشجرة مش هو اللي فيه الحل اللي مش فيه الحل إذا كان لأن العمق تقلل ود هو المستوى الحل معناها ما سيحدث؟ هناك مجدد العمق لا يوجد الحل استراتيجية البحث العميق المتكرر استراتيجية البحث العميق المتكرر وتسمى استراتيجية العمق المتكرر تقوم على فكرة تحديد حدود المستويات العمق تبدأ من واحد فإذا لم تجف هذه المستويات من العمق الحل تنضق المستويات أكثر عمقا حتى نصل إلى الحل لذا فإن هذه استراتيجية تجمع بين مزايا استراتيجية العمق أولا والعرض أولا حيث أنها تصل للنهاية كما تصل استراتيجية العرض أولا ومع ذلك تستخدم ذلك الأقل من استراتيجية العمق أولا هنا استراتيجية البحث العميق المتكرر أولا لتحديد حدود المستويات العمق تبدأ من واحد فما جدتش الحل تنتقل اللي بعدها كل مرة تعدد تحدد تزيد في العمق كل مرة لا تصل للحل تعتبر هذه استراتيجية أكثر استهلاك للزمن في المراحل في المراحل تتجدد عدة مرات يعني كل مرة تكرر تحديد العمق لكن رغم ذلك هذه استراتيجية ليست مستهلكة للزمن حتى في كل المراحل تعتبر أكثر لكن ليس هذا كمستهلك للزمن بالمقارنة بالمقارنة حيث في كل مرحلة تكون أكثر نقاط نوردوس في المستوى الأسفل مستوىات جديدة وبالتالي لا يكون هناك تأثير يذكر التكرافك المركرة يحدث فقط على المستويات العليا داخل العمق المحدد ورغم أن المستويات الدنيا ستكون مستويات عليا عندما ننتقل لعمق جديد وسوف تتكرر مرة أخرى ولكن كل هذا لا يفرق كثيرا في الزمن المستوق في البحث من هنا نرجع أن هذه الاستراتيجية تزايد العمق الكلي للشجرة مع تناقض في عدد الفروع في كل مرة أي إذا كان لدينا الشجرة بعمق D فإن وفق هذه الخازمية سيكون عدد المرات سيكون OBSD هذه هي إذا نحن هذه استراتيجية البحث كل مرة نزيده في العمق شوية كل مرة نزيده في العمق شوية بعمق 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 البحث البحث التجاه البحث يقوم على تشغيل البحثين في وقت واحد أحدهما يبدأ من نقطة انطلاقة والثاني يبدأ من آخر نقطة ويتجاه نحو نقطة الانطلاقة ويتلاقي البحثين في نقطة الوسط ومن هنا يكون ما كلفه من عمل بوسط البحثين هو B D على 2 وب B D على 2 والذي طبعا أفضل من نضيع B OBSD إذا هنا البحث هو البي داريكشنال البحث هنا الاتجاه يقوم على تشغيل البحثين في وقت واحد أحدهما يبدأ من نقطة الانطلاقة والثاني يبدأ من آخر نقطة ويتجاه نحو نقطة الهدف نقطة الانطلاق ويتلاقي البحثين في نقطة الوسط ومن هنا يكون ما كلفه من عمل بسطين البحثين هو B OBSD على 2 زائد B OBSD على 2 والتي طبعا أفضل من B OBSD قد يبدو هذا النوع من الاستراتيجيات هو الأفضل ولكن توجد عدة صعوبات فيها تنفيذها منها كيف يمكن تنفيذ البحث الخلفي ال Backcordes وما هي النقطة التي تنبدأ منها من الخلف وكيف يمكن أن نتبع الفروع وهي غير معلومة كما قد يكون من الصعب تنفيذها مثل هذه البحث إذا كانت للمشكلة نتائج مختلفة أو إذا كان الهدف إذا كان الهدف يمكن أن يتحقق بعدة اتجاهات مثل لعبة شطرنج مما يتيح عنه تعارض في النتائج بسبب تطبيق بحتين في اتجاهين مختلفين مقارنة بين استراتيجيات البحث الأعمى مقارنة بين استراتيجيات البحث الأعمى ماذا يحدث؟ هناك في البحث تنائي لأن تختار نقطة فوق ونقطة الأسفل نقطة الاتطلاق السؤال هو منين تبدأ حتى يكون مرة تنتجاه لا تصل في الوسط لكن هناك السؤال هو أي منهما منين نقطة النقطة الثانية الباكوردس هي نقطة التنفيذ الخلفي البحث الخلفي منين تبدأ؟ هذه صعبة طبعا هناك جدو المقارنة بين استراتيجيات البحث الأعمى الجدو هذا رقم 424 يقدم مقارنة بين استراتيجيات البحث الأعمى من خلال أربع مقاييس تقييم هي تكملة البحث والزمن والتاكل المستخدمة ومثالية البحث من عدمه مت ، مقارنة بين استراتيجيات البحث المختلفة هنا للزمن يقارن ويقارن بين استراتيجيات البحث المختلفة يقارن ويقارن بين استراتيجيات البحث المختلفة أما المختلفة أن هناك تقييمات أولاً حساب التكلفة العمق أولاً للعمق المحدد العمق المتكرر تنير إتجاه هل يكتمل البحث؟ نعم نعم لا لا نعم نعم إذا العرض أول يكتمل البحث حساب التكلفة هيكتمل العمق المتكرر يكتمل الزمن يأخذ O,B,D,O,B,C,E O,B,M,O,B,L,O,B,D,O,B,D المساحة الداكرة وهذا يعتبر الباحث متالية بالنسبة للعرض والتكلفة يعتبر نعم لكن العمق المتكرر يعتبر متالية ومتلك العمق المتكرر ومن المتكرر المتدر طبعا المتدرسة التي يأخذها ومتكررها O,B,D الداكرة ومتلك العمق المتكرر O,B,O,B ومتلك العمق المتكرر التجريبية البحث التجريبي أو المتكّرر البحث المعلوم عن المراحل التالية المراحل البحث التجريبي أو البحث المعلوم يقوم على المراحل التالية ويقوم على المراحل التالية الأمثل الذي فاتت استخرجنا من الشجرة الباحث لاحظت أن الشجرة 1-4 الشجرة الباحث استبعت مراحل مثل M و L و K مراحل المراحل طريقة الأفضل أولا تقوم باختيار أفضل اللقاط لتكون النقطة التالية وهنا يأتي السؤال على كيف نعرف نقطة الأفضل طريقة الأفضل أولا تستخدم الدالة للتقييم اللقاط ومن تم تحدد هذه الدالة أي النقاط هي الأفضل الأفضلية عادة ما تكون بأقل تكلفة هذه الدالة تعرف بالدالة التجربية Heuristic Function ويرمز لها برمز H وتعتمد هذه الدالة في عملها على المعلومات المتاحة عن المشكلة فكلما كانت المعلومات المتاحة عن المشكلة أكثر ودق كانت نتائج هذه الدالة أقرب للدقة في اختيار النقطة الأفضل ليست هناك صيغة تابتة للدالة التجربية هناك صيغة تابتة للدالة التجربية حيث تعتمد هذه الدالة على طبيعة ومعلومات المشكلة المراد حلها فمن واقع معلومات المشكلة تم بناءها الدالة هي المهمة وعادتها يتم تحديد صيغة الدالة بواحدة من طريقة تتبع فكرة المشكلة ومتن تحديد صيغة الحل وباستخدام طريقة التعلم من الخبرة Learn from experience وبصفة عامة تستخدم معظم الطرق معادلة الخطية عن ناحية التالية H-C1 X1-C2 X2 حيث X1 هي فرص المتاحة لوصول الحل أو المراحل الممكنة للحل أو المسافة للوصول إلى الحل أو خصائص الحل أو خصائص الحل حسب طبيعة المشكلة وLX2 هي البداية الأخرى للحل أما C1-C2 هما تابتتان لتحقيق الملاءمة لبيانات المشكلة لبيانات شنوية المشكلة هنا طريقة الأفضل أولا تعتبر طريقة شاملة تنضج تحتها مجموعة من الطرق من هذه الطرق الأفضل أولا الطمع طريقة A Star Search طريقتين طريقة الأفضل الطمع طبعا ترجمة صعبة طريقة A Star Search طريقة طريقة الأفضل أولا دون إضافة الطمع وتسعى هذه الطريقة في تركيز البحث في النقاط التي تكون قريبة من الهدف مما هي قد يجعل الوصول الهدف سريعا لتحقيق ذلك تستخدم هذه الطريقة تجربية بسيطة تعتمد على حساب تكلفة النقطة التالية حتى الهدف هدف نقوم بتحقيق جدوة 3 أربعة بعض المدن الدولة مضح فاها تقدير المسافة الخطية Straight Line Distance اللي بعد عن ألف بكيلومتر بعض المدن الدولة أكس مضح فاها تقدير المسافة الخطية هنا المسافة الخطية 2010 جدوة G F G D B A A A A A A A A المسافة A 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 وكل مدهن على النواح الموضح في الجدوى الرقم 3.4 في الطريقة سينتقل البحث من J نقطة الانطلاق الى اقل المدينة من حيثه HLD ويشترط ان تكون هذه المدينة دوم المدن تتصل ب J مباشرة فنحن نرى اقل المدينة وبالتالي يكون البحث النقاط القريبة من الهدف طبعا الخطوط الخارجية هي من J فستكون النقطة التالية هي F اف هاتي قريبة ثم نجد النقطة نقطة الانطلاقة نلقي نصفه للأف فنتظر دائما نقوم به هم الهدف هو أف بعد الف نرى في نقطة د و الك و الك و الك نجد الدائما هي مقارنة الدائما اقل المسافة نقوم بتدريد الدائما في نقطة دائما وكما يستمر مقارنة على أفافه هذا الموضوع من ارشبها نوصل لجهنة الا ولاجهنه كم مشامل ستصبح هذه النقطة الجديدة عن طريقها نرى حتى من هي أقرب منها من هي أقرب منها هنا بالمسافات الدي والإتش والكي والسي إذا ندي هي الأقرب بعدها الدي من خلالها عن أقرب من خلالها لما ستكون عن السفر هي الأقطة ومن خلال أقرب من أقرب عندما سيبصتنا إلى دي تقريبها تركز البحث في النقاط التي تقع في ممر البحث أو التعامل عن النقاط الأخرى بما يجعل الخوارزمية لهذه الطريقة أقل تكلفة في البحث ولكنها ليست متالية حيث قد تتبع مرة لا تفرعات كثيرة حتى لو وجد ممر مباشرة في المثال السابق لو كان هناك مثلا طريق من H للاي مباشرة لما اتبعت هذه الخوارزمية رغم أنه الأفضل اهتمام هذه الطريقة في الحصول على أقل التكلفة قد يؤدي لعدم الوصول للهدف فقد تكون هناك نقطة في نهاية الأمر ليست بينها وبين الهدف فقط مباشرة رغم أنها هي الأقل من نحيط المسافة وفي هذه المرحلة ستتلجأ خوارزمية البحث في العودة إلى الخلف وتعاود العمل من ممر جديد طريقة هذه الأفضل أولا تعمل وفق نهج العمق حيث تلاحظ أنها تسلك ممر الهدف بصورة نحو العمق وهذا قد يؤدي إلى حدوث مشاكل طريقة العمق وهي عدم وصول الهدف في حالة الممر دي نهاية مميتة حتى تتجاوز هذه المشكلة فإن هذه الخوارزمية إلى أعلى تجدد البحث من نقطة مع احتمال تكرار نفس النتيجة وهذا يجعلها غير متالية الثانية الثانية تعتبر هذه الطريقة هي أكثر طرق شهرة ضمن الطرق الأفضل أولا وتعمل هذه الطريقة وفق دلة التالية F تساوي G زايد H حيث G هي تكلفة الوصول للنقطة طول الممر من نقطة الانطلاق النقطة التالية بينما H هي تكلفة بعض النقطة من الهدف هذا يعني إن الطريقة تتعامل مع النقطة التالية في البحث من خلال حساب المجموعتين القيمتين لهذه هم تكلفة الوصول لهذه النقطة وتكلفة بعض من هذه النقطة من الهدف من هنا إن هذه الطريقة فإن هذه الطريقة تعمل من نفس منهجية الطريقة السابقة فقط باختلاف القيم التي تحسب قبل انتقال النقطة التالية من البحث حتى نوضح ذلك سنتتناول القيم الموجودة بشكل 1-4 وللتمثل G تكلفة الممر لانتقال النقطة التالية مع بيانات الجدول ونواقع هذه المعلومات فإن هذه الطريقة تعمل كما هي واضح في شكل 4-6 حيث يتم اختيار النقطة التي تحقق أقل قيمة في المجموع لتكون هي النقطة التالية نلاحظ من المثال في الشكل نقم 6-4 إن الطريقة A اختارت نقطة انتقال C بدل من D التي انتقلت إليها الطريقة السابقة نزيل نوضح أكثر في المثال هو شكل 6-4 نتقل من السابقة A نضيق من G و نقم الإصاب نحن نضيق من F هي النقطة التالية لكن الشيء بالنقطة يحسب الثاني لان الجديد لان الجديد لان الجديد يوجد عماية قيمتين عند النقطة التالية والنقطة التالية إذا نضيق من F إذا كنا الـ F أقصر قيمة ستكون C لأنها 410 ليس D إذا كنا الـ C ستكون 410 ستكون لـ D هنا في المثال اللي فات طبعا هنا حسب 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 D حسب حسب تكلفة الوصول للنقطة حسب حسب تكلفة الوصول طول المر من نقطة انتقال للنقطة التالية بينما H تمثل بعض النقطة من الهدف H تمثل بعض النقطة للهدف من هنا تعتبر C أقرب بالنسبة لـ تعتبر C أقرب لـ أقرب لـ C أقرب لـ أقرب لـ D بالنسبة لـ F و كيف يحسب لـ أقرب لـ هنا هنا نحن في المثال هذا في المثال هذا لدينا ج و لـ 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 أقرب لـ أقرب ثم خطت 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 و لـ خطت خطت داخل حيث خطت 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 نحوse حيث خطت Cy نجمعهم الزوز نجمع الف أقل القيمة بالمقارم على ال H و K و L نأخذ الف مسافتها بالنسبة لل D 430 ال H 550 ال K 150 و ال C 410 إذا جمعنا بعض المسافة هي الف على زائد قيمتها نجمع الف أقل القيمة بالنسبة لل D 430 يعني ال D بعد عن الهدف وهو A 940 وبعدها على F 430 عندما نجمعهم أقل القيمة بالنسبة لل D بعد H على F 550 وبعدها على A حوالي أقل القيمة بالنسبة لل D التجمع فالC حوالي مع أقل القيمة بالنسبة لل D حوالي د missed Teat اتى في تجمع vous ومن C نختاره طبعا هي حتكون A هي حتكون مسافة 750 طبعا ال A لأنها هي بعد A على نفسها 0 زائد 750 750 إذن A هي أقل مسافة وهو هذا هو يمثلنا شني الهدف إذن القانون هو عبارة شني بعد المسافة الأصلية عن الهدف زائد بعد النقطة المتتالية على النقطة اللي بعدها نجمعهم نجمعهم يطلعون F وبالتالي سنصير يطلعون أقل المسافة إذن هناك J والF والC